كواد نوف سانتيك امريكانية بعينات لاشخاص اللي اصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة بالايدز من اجل فحصها وطيلة سنوات الماضية كلف الاحتفاظ بتلك العينات اموال بعضها هذا اللي كان صرح به استاذ الامراض المعضية في جامعة بوتسبورك الامريكانية واللي صرح حسب قوله انه تم اكتشاف فريقه البحث سرا جديدا كان محفوظا لمدة اربع عقود هذه في مجلة نشرية وين اثر بحث جديد اشريا على هؤلاء اللي يصيبوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة في الايام الاولى لوباء الايدز انهم عانوا من وفرة نسبية اكبر من الميكروبيات المعاوية المسبب الالتهابات قبل ان يصبحوا مصابين بالفيروس المسبب لنقص المناعة البشرية مقارنة بنظرائهم اللي يظلوا غير مصابين بالايدز وفق الدراسة اللي نجرتها مجلة ميكروبيوم فانه الرجل اللي طوروا اعراض الايدز على نحو اسرع كان لديهم تركيبة ميكروبيوم الامعة الاقل ملئمة هذه الدراسة اللي استخدمت في عينات المرضى محفوظة منذ بداية جائحة الفيروس نقص المناعة البشرية في اوائل الثمانينات تعد الاولى اللي تربط تكوين ميكروبيوم الامعة قبل الاصابة بقابلية فيروس نقص المناعة البشرية وتطور ويساعد هذا الاكتشاف على فهم السبب الكامل وراء تعرض الرجال للاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية قبل الحصول على ادوية مضادة للفيروس من اجل السيطرة على الفيروس ويمكن ايضا ان يكون له تداعيات على علاج المرض او حتى الوقاية منه وفق الدراسة وعمل العلماء على تحليل عينات من الدم اللي تبرع بها ابتداء من عام 1984 اي قبل اشهر من اكتشاف مسؤولية فيروس نقص المناعة البشرية عن اصابة بمرض الايدز وجمعت العينات من الرجال المساجلين في دراس الاتراب من التعديد المراكز لمكافحة الايدز الممولى من معاهد الصحة الوطنية الامريكية واللي لديها اربع مواقع في الولايات المتحدة من ضمنها موقع بيتسبيرغ وتشمل تلك الدراسة اكثر من سبع علف الرجل بين مصابين بالفيروس نقص المناعة البشرية وغير المصابين به ويتم جمع البينة البيولوجية والسلوكية الخاصة بالمشاركين كل ستة اشهر وحصل الفريق البحثي على عينات محفوظة في الدم من 265 مشاركة لم يكونوا مصابين بالفيروس نقص المناعة البشرية عندما التحقوا بالدراسة ومن بين المشاركين اصيب 109 بالفيروس في تلك السنة الاولى ولم يصب البقون وباستخدام تلك العينات حدد الباحثون الفصائل الميكروبيت اللي كان تعيش في امعاء المشاركين وانواعها وكيف اختلفت وفرت هذه الميكروبيت fon 1974 بين العينت وكانا لدى المشاركين اللي أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية نسبة أكبر من بكتيريا سالبة اللجرام تحرض على التهاب ومستويات أقل من أربح أنواع من بكتيريا المعروفة بمشاركتها في الاستجابة المنعية وفي وقت ذاته كان الباحثون يحقون في عالمات التهاب في الدم المشاركين ووجدوا أن المشاركين اللي أصابوا في نهاية بالفيروس نقص المناعة البشرية لديهم مستويات أعلى من الالتهاب قبل العدوى مقارنة بنظراء ويعتقد العلماء أن الميكروبيوم الأمعاء كان يؤدي إلى تفاقم الاستجابة المناعية وتعزيز الالتهاب مما يجعل الرجال اللي يعانيوا من تغيرات في الميكروبيوم الأمعاء أكثر تعارضا للإصابة بفيروس نقص المناع البشرية وأقل قدرة على منع المرض من التقدم في وقت ما قبل وجود العلاج المضاد للفيروسات الرجعية ويشير العلماء إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل استخدام النتائج لسياغة إرشادات محدة لأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين الميكروبيوم لمنع اكتساب فيروس نقص المناع البشري كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم